هيا من أيام استضافت مصر المؤتمر الدولي الأول للاستشعار من بعد وعلوم الفضاء تم تكريم أصحاب أفضل عشر أبحاث من الأبحاث المقدمة في هذا المؤتمر وكان من بين المكرمين ضفنا في هذه الفقرة الدكتور أحمد الزيني رئيس قسم البيئة بيئة الهيئة القومية للاستشعار عن بعد واللي تكلم عن تطبيق الاستشعار عن بعد في رصد التلوث اللي هنعرف تفاصيل أكتر من خلال وجوده معنا في هذه الفقرة صباح الخير يا دكتور صباح النور صباح الخير أرحب أركوك ورسونا حركوك طيبين دكتور عاوزين نعرف أهمية الاستشعار عن بعد ويتقديم تطبيق زي الحيك قدمته الفايدة اللي هيحقاها بشكل عام في هذا المجر تمام هو باختصار يعني ببساطة الاستشعار من البعد ده العلم اللي أنا من خلاله بقدر أدرس ظاهرة معينة أو معلم معين بدون اتصال فيزيائي يعني لو أنا قلت لحضرتك الكورسي ده تفاصيله هتبدأ حركة تديني معلومات عنه لونه أبعاده وشكله اللي حضرتك بتديني ده معلومات بدون ما يحصل اتصال فيزيائي يعني بدون ما حركة توصل للكورسي وتلميسه ده أحد صور الاستشعار من البعد فباختصار الاستشعار من البعد من خلال صور الأقمار الصنعية أو المرئيات الفضائية بتقدر أنك أنت تدرس أي ظاهرة معينة تلوث وبس أنا عادي سؤال أيهما أصحى الاستشعار عن بعد ولا من البعد من البعد من الكلمة الأصحى لأنك بتستشعر من البعد عن معلمة فالاستشعر من البعد ده العلم فالفكرة إن صورة الأمر الصناعي تبدو لنا صورة ملونة ولكن هي إنعكاس الأجسام المختلفة اللي على سطح الأرض كل جسم سواء كان أراضي زراعية أو مسطحات مائية بتعكس قدر من الطاقة بيختلف على حسب نوعه وخصائصه فالمية بتعكس قدر من الطاقة اللي احنا بنسميه البصمة الطايفية بتختلف عن النبات الأمح غير الرز والأمح على حسب الحالة العمرية بتاعته وعلى حسب هل هو مصاب أو سريم البصمة الطايفية بتختلف فالاستشعر من البعد هو إن أنا باستخدم صورة أمر صناعي بعمل لها معالجة باستخرج منها أي معلم أنا محتاجة وأدرس أي ظاهرة معتمادا في الأساس على البصمة الطايفية للأجسام المختلفة على سطح الأرض فده باختصار هو تعريف الاستشعر من البعد طيب لأي مدى الاستشعر من بعد ممكن يفيد في أن احنا نحسن من جودة المياه جودة التربة جودة الهواء لأي مدى ممكن بالفعل ده يساعدنا في هذه النقطة تحديدا وأيضا برضو ممكن حد يحب يعني يسأل مدى دقة برضو هذه التقنية هو زي ما وضحت لحضرتك هو في الأساس الاستشعر بيعتمد على البصمة الطايفية للأجسام المختلفة ففي دراسات البيئة بصفة عامة الجودة البيئية سواء جودة مية أو تربة بتختلف يعني لو مستويات التلوث في المية عالية البصمة الطايفية للمية بتختلف فالاستشعر من البعدة بيقدر يرسد ده من خلال البصمة الطايفية للمية واختلافها حسب درجة التلوث فيها فالدقة بتاعته الأمار الصناعية بيبقالها دقة حاجة اسمها دقة مكانية ودقة طايفية اللي هو يقدر يديني تفاصيل على سطح الأرض لحد كام دي اسمها الدقة المكانية وفيه الدقة الطايفية قد إيه من الطيف الكهرومغناطيسي أقدر أحصل على معلومات من خلاله فهو بشكل كبير جدا دقيق وبيقدر يغنيني عن الطرق التقليدية لأنه فيه ميزة مش موجودة في الطرق التقليدية زي أننا أقدر أرجع بالزمن لورا لو حبيت حضرتكم تعرفوا منطقة معينة كان شكلها عامل إزاي من عشر سنين فات مقارنة يعني مقارنة ده بالطرق التقليدية صعبة جدا إلا لو عندي قلت الزمن وهرجع لورا فبالاستشعر من البعض أقدر أحصل على مرئية فضائية صورة أمر صناعية بتاريخ قديم أعمل لها معالجة أشوف شكل المنطقة كانت عاملة إزاي خصائصها عاملة إزاي من عشر سنين ودي الوقت في ميزة تانية أنه بيشتغل لمناطق كبيرة صعب أن أنا أنفس ده بالطرق التقليدية فهو اليوم مميزة كثيرة جدا عن الطرق التقليدية ودقته مقبولة بشكل كبير وبيديني حاجات أنا ما أقدرش أوصلها نتائج مفصلة ولا بس بيشير أنه في تغير هنا لا طبعا أنا بقدر أعمل حاجة من التلاتة أقدر أعمل حاجة اسمها أحدد التلوث أو إيسو أو أرصد التغيرات فبيقدر يديني تركيز تلوث مية بميلي جرام على اللتر وأحيانا بميكرو جرام على اللتر فالأكيوريسي بتاعته مقبولة دقة شديدة جدا طبعا دكتور إزاي ده يقدر يساعد يعني متخذ القرار في مواجهة التلوث بشكل عام هو زي ما حركت تعرف أن التنمية المستدامة لها أبعاد ثلاثة بعض اقتصادي وبعض بيئي وبعض اجتماعي إذا ما حركتكم عارفين أن البحث العلمي الفترة الأخيرة اتجه بشكل كبير للتنمية المستدامة وتحقيق خطة ورؤية مصر 20-30 ويمكن ده كان من ضمن أهداف المؤتمر المؤتمر زي ما حركت تعرف ده مؤتمر دولي حدث دولي عالمي صحيح الغرض منه هو تجميع الباحثين والمهتمين بتقنيات الاستشعار من البعض وتطبيقاته في مجالات مختلفة نظمية الهيئة القومية الاستشعار من البعض كان من ضمن أغراضه الأساسية تحقيق التنمية المستدامة كانت التقنية الأساسية فيه هي الاستشعار من البعض وتطبيقاتها في المجالات المختلفة ففيما يخص المتخد الكارطة عن الهيئة القومية يشرفت بتنظيم الحدث ده برئاسة دكتور محمد زهران رئيس الهيئة والدكتورة غاد عطا اللي هم يعني يرجع لهم الفضل بعد ربنا في نجاح المؤتمر ده يعني سميح من أننا ذكرتهم بالإسمه ولكن هم فعلا يستحقون الشهادة الدولة لما بتبدأ تحقق تنمية مستدامة في منطقة يهمها الموارد البقية اللي موجودة شكلها إيه تقييم الموارد البقية اللي هي بالفعل موجودة ودي كانت فكرة البحث اللي أنا قدمته في المؤتمر أن أنا بقيم الجودة البيئية في محافظة أسيوت كأحد محافظات الصعيد اللي من ضمن أولويات الدولة تطوير الصعيد وده مذكور تحديدا في رؤية مصر 20-30 فكان إزاي أن أنا قيم موارد ميا وهوى وتربة اللي موجودة في المحافظة باستخدام تقنيات الاستشعار من البعض بديني ميزة نوعي يحول للمنطقة لبدل ما تشوفها محافظة تشوفها توزيع مكان التلوص يعني أقدر أشوف مستويات التلوص الهوى في المحافظة وشكلها أعمل إزاي بجيب بيانات أمر صناعي متخصصة بعمل لها معالجة أحولها لتركيز تلوص هوى أقارن ده بالحدود المصرية المسموح بيها أشوف ده بيتجاوز ولا لأ فين المناطق اللي التلوص عالي فيها فين قليل إيه مصادر التلوص الأكثر تأثيرا مش بس الدراسة بتنتيها على كده إنت كده تحددت المشكلة أسبابها لازم تحط توصيات فمتخذ القرار مهتم جدا بالجزء ده إنك إنت لما تبدأ تعمل تنمية في مكان محتاجة شوف الموارد اللي موجودة جودتها شكلها إيه هل هي مستدامة ولا لأ عند مشاكل فبيبدأ بحل المشاكل ويبدأ في التنمية والحصن الحظ محافظة زي محافظة أسيوت لها ظهير صحراء وكبير ففيها فرص تنمية أقدر أعمل فيها تنمية عمرانية أو زراعية فمتخذ القرار معني جدا بالموضوع ده بالدراسات البيئية أو بتقييم الموارد بصفة عام دكتور أحمد يمكن حضرتك كلمتنا عن بحثك اللي كان من ضمن أفضل عشر أبحاث وفاس بهذه الجائزة فعلا في المؤتمر بس خلينا نتكلم بشكل مفصل أكتر زي ما حضرتك قلت لازم الخروج بتوصيات من خلال هذا البحث إيه التوصيات لحضرتك خربت بيها وإيه الخطوات اللي هتوبنا بعد كده على هذه التوصيات فيما يخص البحث اللي أنا قدمت في المؤتمر زي ما وضعت لحضرتك وإن أنا قيمت فيه جودة الهوى والمية والتربة لقيت إن الهوى لقيت إن فيه حاجة اسمها الجسيمات العلقة ودي أتربة اللي في الجو ولكن بحجم معين لقيت إن مستوياتها عالية في بعض المناطق السكنية وبعض المناطق الصحراوية المنطقة أو المحافظة لها ظهر صحراوي كبير فنتيجة فعل الرياح في الصحرة بتبدأ تتطير بعض الرمال فبتعمل عندي تلوص دي أول حاجة أنا جاي لحضراتكم في التوصيات بس إن أقول المشكلات الحاجة التانية لقيت إن فيه بعض قنوات الري بتختلط ميتها بصرف صحي هذا طبعا بيأثر عندي على التربة بشكل ما ولكن الحسن الحظ إن المستويات تلوص والتربة مازال في الخطر البيئي الأولي فالحمد لله دي موصلناش لسه للريسك الحاجة التالتة نهر النيل الحمد لله في منطقة الصعيد نهر النيل مفيش فيه مشاكل مفيش شواهي التلوص وماذال في إطار الحدود المسموح بيها برضو في القانون المصري ولكن المشكلة الأساسية كانت عندي قنوات الرأي والتلوص بتاعها يعني بعض نقاط التلوص موجودة في التربة لقينا إن فيه بعض تركيزات المغزيات زي النيتروجين والفسفور عالي في بعض المسطحات أو المجاري المائية الموجودة هناك فنوصل للتوصيات اللي هي أول حاجة المنطقة دي وعدة جدا لمشروعات التنمية لأن فيها ظهر صحراوي فأنا لو عملت مشروعات تنمية زراعية استصلاح أراضي للمنطقة دي وهي وعدة لأن فيه إمكانيات مياه جوافية هناك أنا كده هحل عندي مشكلتين أولا هيبقى عندي بقعة زراعية جديدة زودت مساحة خضرة وفي نفس الوقت قللت مصدر مصادر التلوث لأن تأثير الهوى في الصحراء بيعمل عندي تطاير لبعض الرمال فبيعلى عند التلوث فده أول توصية التوصية الثانية إن استخدام المفرط للمبيدات الحشرية والمخصبات على عند التلوث المجاري المائي الموجودة هناك فالتاني توصية مهمة جدا الموضوع ده يتعامل باقتصاد وقت الحاجة ما ينفعش أن أنا أفرط في استخدامه فكانت دول التوصياتين الأساسيين اللي طلعنا بهم من البحث ده ولازم يعني تاخده في الاعتبار وإلى الأمر يعني هو الحمد لله الأمر الحد دلوقتي مقبول باستثناء جزء التلوث بالمغزيات كتير في المنطقة ولكن هي ده مصادر التلوث الأكثر تأثيرا وليه التوصيات المهمة اللي المفترض تتنفذ نعم يعني ليه التلوث الخاص بالمغزيات تحديد هقول لحضرتك دايما الصرف الصناع أو الزراعي بيستخدموا فيه حركة لتعرف المخصبات بيستخدموا فيها نيتروجين فسفور الحاجات دي أنا لما بستخدمها في أرض الزراعية الأرض بتروي وبتصرف صرف الأرض الزراعية ده بيبقى فيه محمل بتركيزات عالية من الفسفور والنيتروجين لما ده يتصرف على القنوات أو المجاري المائية بيعل عندي تركيزاتها بشكل كبير فده بيتسبب في نمو مفرط للتحالب التحالب لما تنمو بشكل كبير جدا في المجاري المائية ده بيعمل عندي مشاكل بيبدأ يستهلك الأكسوجين الدايب في المياه ويبدأ يمنع نفوذ الشمس للقاع فبيأثر على الحياة المائية فده أحد أنواع التلوث اللي بيسببه ممكن مؤخرة كمانية دكتر التحالب بتستخدم في إنتاج الهايدروجين الأخضر فممكن نستفيد منها ممكن نستفيد منها بس هي الأنواع معينة من التحالب بس نموها المفرط ده مشكلة بيئية طب إزاي نعظم الاستفادة دكتور من هذه التطبيقات خاصة ما احنا شايفين تقلبات بيئية حوالينا وبعات الوطيرة بتاعتها متسرعة جدا الحقيقة موضوع أن أنا أعمل تقييم بيئي متكامل ده مهم جدا في محافظات مصر كلها وبالفعل احنا بنعمل ده الهيئة بتنفذ مشروعات بحسية ممولة من الهيئة الغرض منها هو دراسة المشكلات البيئية للمحافظات المصرية وفرص التنمية الموضوع ده لو تعمل بشكل ممتظم لمحافظات مصر كلها اعتقد هيبقى مع متخذ الكرار قاعدة متكاملة لشكل الموارد عامل إيه والمشكلات حيث لأن تلاقي المشكلة سابتة في أكتر من محافظة يعني عندنا مشكلة يعني قنوات الصرف الصحي أو الصرف الصحي واختلاطه بمياه الرأي دي مشكلة شايعة في أكتر من مكان مسبب عندي تلوث بحيرات تلوث مجاري مئية ولكن دولة ساعد فعلا في الأمر ده بتحجيم وبدأت بمشروعات التنمية ولكن هي حاليا من أكثر المصادر المؤثرة فالفكرة أن الأمر ده ما يتعملش بس على منطقة دراسة معينة لا يتعمم على مستوى الجمهورية يبقى زي مشروع قوم كبير نقيم فيه موارد مصر كلها وضعها إيه مصادر التدهور إيه إيه الحلول المخترحة طبعا نشكر حضراتك جزيل شكرا دكتور أحمد الزيني رئيس قسم أدرسات البيئية بالهيئة القومية الاستشعار من البعد